أيها الأحبة في الله صلاة واحدة تفتح لك أبواب الرزق إنها صلاة رائعة جدا والقرآن الذي يتلى فيها أيضا قرآن رائع ذكره القرآن قال سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة قرآن الفجر أيها الأحبة مهم جدا أي القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر أساسا أو في وقت الفجر هذا القرآن أيها الأحبة تشهده ملائكة السماء تشهده الملائكة الكرام فيكتبون ويصعدون بهذا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إذن أخي الحبيب إذا ضاق عليك الرزق أو أحببت أن يوسع الله عليك رزقك فاحرص على أن تصلي صلاة الفجر وإما أن تستمع للقرآن في جماعة أو على الأقل أن تقرأ القرآن فقرآن الفجر كان مشهودا قبل أن أقول لكم المعاني الغزيرة الموجودة في هذه الآية العظيمة دعوني أخبركم بحديث الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي حدثنا عن أهمية هذه الصلاة وعلاقتها بأعمال العباد وبالرزق وبتقدير الأعمال أيضا يقول عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إذن هذا تأكيد من الحبيب عليه الصلاة والسلام أن ملائكة الليل والنهار يلتقون أثناء صلاة الفجر هناك ملائكة أيها الأحبة مسؤولة عن أعمال العباد وتحفظ العباد تلهمهم فعل الخيرات ويستغفرون للعباد هذه الملائكة الكرام موجودة أيها الأحبة موجودة لدى كل واحد منها ملائكة الليل والنهار يتم تبادل المهام يعني ملائكة الليل يسهرون حتى الفجر ويأتون ملائكة النهار ليستلموا المهام منهم فيجتمعون عند صلاة الفجر يجتمعون عند صلاة الفجر فملائكة الليل يسجلون صلاة الفجر ويصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى وملائكة النهار يسجلون أيضا هذه الصلاة ويستمرون مع صاحبهم وهكذا كل ليلة إذن هذا الوقت أخي الحبيب ووقت مهم نحن لا نرى الملائكة وكذلك لا نرى الشياطين ولكن هذا العالم موجود من حولنا وله تأثير قوي بين الخير والشر القرآن العظيم ذكر الشياطين وذكر الملائكة لذلك لو بحثنا في القرآن عن الشياطين وعن الملائكة نجد أنهما ذكرى بنفس العدد سبحان الله 88 مرة ليقول لك أيها الإنسان عالم الملائكة موجود وعالم الشياطين موجود هذا يرمز للخير وهذا يرمز للشر وعليك أن تتجه باتجاه الخير وتحذر من الشر إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا بينما هذه الملائكة تريد لك الخير تريد أن تكتب العمل الصالح الملائكة لا يحبون العمل السيء يكرهون العمل السيء ومن أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان وأفضل ما يتكلم به هو قرآن الفجر الذي ذكره الله تبارك وتعالى لذلك أخي الحبيب هنا ملمح مهم أن هذه الملائكة عندما تصعد بأعمال العباد كلما كان عملك أفضل واتقيت الله أكثر كلما ألهمك هذا الملك أن تسلك الطريق الصحيح الذي يضمن لك الرزق إذن هناك علاقة غير مباشرة بين صلاة الفجر وبين الرزق قبل أن نكمل دعوني أستمع معكم إلى هذا الحديث العظيم لحبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي يقول تجتمع ملائكة الليل والنهار أو ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر أيضا فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل فيسألهم ربهم حنوة تعالى كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين الله أكبر والله حديث يقشعر منه البدن هذين الوقتين العصر والصبح يتم تناوب التناوب أو التبادل بين ملائكة الليل وملائكة النهار إذن هذا الحديث أيها الأحبة أعطانا معلومة جديدة معظمنا عندما يصلي الفجر أو العصر لا يتصور هذا الأمر لذلك من أسباب الخشوع بالصلاة أو أثناء الصلاة أن تتصور ماذا يحدث من حولك لكي تخشع عندما تريد أن تصلي الفجر أخي الحبيب يجب أن تستحضر هذه المعلومة أن هناك جمع من الملائكة عشرات مئات ألوف لا نعلم الله أعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو ملائكة الليل ما يقول إذن يأتون أثناء العصر يأتون وقت العصر ويصعدون في الفجر ملائكة النهار يأتون أثناء صلاة الفجر ويصعدون أثنا صلاة العصر فهذا الملك الذي صعد أثناء صلاة العصر يسأله الله يقول يا رب تركت عبدك فلان يصلي ثم ملائكة الليل عندما تصعد وقت الفجر فيقول الله لهؤلاء الملائكة كيف تركتم فلان يقول يا رب تركناه يصلي فاغفر له يوم الدين الملائكة أخي الحبيب تسأل الله أن يغفر لك تخيل للحظة أن هناك ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة جناح الملك الواحد لو ضرب الأرض لدمرها بمن فيها ملائكة الله قوة عظمى تصور أن هذه الملائكة هذه الأعداد الكبيرة من الملائكة يستغفرون لك الله ويدعون لك الله أدركتم أهمية هذه الصلاة لذلك هنا عندما يقول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون الرزق يمكن أن يكثر بسبب صلاة الفجر وسأثبت لكم هذه المعلومة أيها الأحبة الله عز وجل كتب لك الرزق ولكن الكتاب المكتوب لك لا يحتوي فقط على كمية الرزق لا هذا نحن البشر نقول اليوم جاءني مبلغ محدد ولكن هذا المبلغ كيف جاء وما هي أسبابه وكيف سأنفقه إلى آخره إذن الرزق يكتب بأسبابه الأسباب التي سخرها الله لهذا الرزق مكتوبة عند الله فصلاة الفجر هي أحد أسباب الرزق لأنها جزء من التقوى والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب ما علاقة التقوى بالرزق وبأن يجعل الله لك مخرجا طيب ما معنى يجعل له مخرجا أو إنسان لديه مشكلة مع أهله مع أصدقائه مع جيرانه مع زملائه في العمل أو الدراسة طيب كيف يجعل الله لي مخرجا من هذه المشاكل التقوى صلاة الفجر هي جزء رئيسي من التقوى لماذا نوصل للفجر؟ نحن نوصل للفجر ثم ندعو الله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سبع مرات إذن أنت بعملك هذا تتق النار وتتق الله عز وجل أي تخاف من الله وتخشى عباده وتطمع بما عنده من نعيم ومن رزق في الدنيا فلذلك أيها الأحبة هذه الصلاة أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال في حديث عظيم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا صلى الله عليه وسلم انظروا إلى روعة هذا الحديث لو يعلم الإنسان كمية الرزق في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء لأتاها ولو زحفا حبوا يحبو مثل الطفل الرضيع ولو جاء زحفا لا يضيعها أحدنا إذا علم أن هناك رزق مادي في آخر الدنيا يلهث ويخرج بكل قوته وطاقته ويتعب وقد يدفع الأموال من أجل أن يأتي بهذا الرزق طيب كيف إذا كان هذا الرزق كل يوم يتكرر في صلاة الفجر وصلاة العشاء أيضا إذن أخي الحبيب يجب أن تحرص على هذه الصلاة لأسباب كثيرة منها أولا أن قرآن الفجر تشهده الملائكة لكي تكتب عند الله من المصلين من المتقين سبب آخر أيضا أن تزيد الرزق لأن البواكير فيها بركة بوركة لأمتي في بواكيرها وقت الفجر وما بعده هذه اللحظات تقسم فيها الأرزاق وكله مكتوب طبعا ولكن كما قلت لكم يكتب الرزق مع الأسباب والدعاء أحد أسباب الرزق صلاة الفجر أحد الأسباب القوية للرزق بر الوالدين أحد أسباب الرزق فعل الخيرات أحد أسباب الرزق الدعوة إلى الله أحد أسباب الأسباب كثيرة جدا لخصها القرآن في كلمة واحدة ومن يتق الله إذن كلمة واحدة تلخص لك كل أعمال البر التي تقودك للرزق هي التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا لذلك أخي الحبيب أرجو منك أن تحرص على صلاة الفجر والعمر قصير على فكرة يعني يعني لو عددت كم تبقى لك من صلوات فجر ربما تجد العدد قليلا لو قدر لك أن تدرك أجلك أو تدرك متى ستموت يعني حتى أحدنا لو عاش مثلا 20 أو 30 عاما أو 50 عاما إذن لديه بضع آلاف من صلاة الفجر سيصليها كلما ذهب يوم ذهبت صلاة لن تعوض لذلك اغتنم هذه اللحظات منذ هذه اللحظة قل أنا اليوم سأصلي الفجر إن شاء الله صلاة الجماعة 25 ضعف يعني هنا إذا كان عملت درهم أو بدولار هناك 25 دولار وفي رواية أخرى 27 دولار فأيهما تختار؟ إذن اختر الأكثر طبعا احرص على هذه الصلاة لا تقول أنا إن شاء الله سألتزم في المستقبل سألتزم بعد سنة عندما أكبر لا لا يا أخي الحبيب الموت قد يباغتك ولا تستطيع أن تفعل أي شيء قل أنا سأصلي اليوم وأكسب هذه الصلاة رصيد لي ستكتب رصيد لك عند الله سبحانه وتعالى فكل يوم زود هذا الرصيد إذا صدف أن هناك يوم لم تصلي أو غفلت أو الشيطان أغواك مباشرة بادر وسارع وتب إلى الله وإرجع إلى الله وقل أنا سأزود رصيدي حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضا عنك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا صلاة الفجر وأن نحافظ على كل الصلوات وأن نكون من الذين رضي الله عنهم ومن الذين يرجون لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته